شدد الدكتور محمد الزعواري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في كلمة له أمام المشاركين في دورة المتابعة والتقييم في برامج الحماية الاجتماعية على الاستفادة القصوى من المعارف والمفاهيم التي قدمت لهم في الدورة وتطبيقها ميدانيا وأكد الزعواري أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تهدف من هذه الدورات إلى اكتساب كوادرها مهارات ومعارف خاصة متعلقة بالمتابعة والتقييم وخاصة في برامج الحماية الاجتماعية معبرا عن اعتزازه بهذه الدورة والتي كما ذكرها اليونسيف الشريكة الفعل مع الوزارة أنها أول دورة تعقد في هذا المجال على مستوى الوطن العربي منوها أن عملية التقييم والمتابعة كبيرة وشاقة وتبنى على كثير من الخطط الاستراتيجية والبرامج الدقيقة والتي تبنى عليها بعد ذلك في كل الطرحات التي تخطط للوصول إليها شكرا